السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة ديدو سامودي هالنهار شعر الله أقدمكم واحد الموضوع كيف تحسن من دخلك من خلال مشروع بسيط اللي هو تربية الأرانيب إذن تربية الأرانيب مشروع مربح جدا جدا وهو مشروع الحقيقة سوف يحسن من دخلك ولما لا يجعلك سوف يجعلك إن شاء الله توفر مداخل ويمكن أن يجعلك غنيا يعني تولي لباس عليك الحمد لله وذلك بالصبر والمثابرة وحسن التصرف وكذلك الكتمان قاعد النقاط هذه مهمة ومهمة في مشروع الأرانيب إذن كما دمنا الصبر والمثابرة يعني خاصة الوحن يستسلم يخدم نظافة ينقي يبحث على كل شيء الحواج يعني اللي ممكن يكون خاصة يكون ملم بالمشروع دي الأرانيب وكذلك الكتمان الكتمان ضروري في قطاع دي التربية الأرانيب إن الأرانيب كيبغيوا الكتمان فممكن خلال ثلاث سنوات أن تكتسب خبرة تجعلك ميسور الحال ولما لا يمكن أن تورت هذه الحرفة أنا كنت أسميها حرفة في الحقيقة وصنها تورتها الأولاد ديالك إن شاء الله أيضاً تربية الأرانيب هو مشروع عالي الربح يعني إذا تم إدارته بالشكل الصحيح وبخطوات بسيطة نتكلموا على هذه الخطوات أنا حاول ندونها لكم في النقط نتكلموا على هذه الخطوات أولاً تربية الأرانيب تحتاج إلى رأس مال صغير تحتاج إلى رأس مال يعني كبير يعني ممكن أن أي واحد مثلاً يبدأ مشروع بواحد جوج إناث وذكر واحد يعني على الأقل ممكن يتكون عنده غير ونثى وحدة وذكر واحد ممكن أنه يطور المشروع يدير أربعة إينات وذكر واحد أربعة إينات وذكر واحد أرها ماشي شي حاجة غالية بزاف ممكن أنكم ديروا غير ونثى وذكر وتصبروا حتى يولدوا ويعطيكم خلفات وهذاك الخلفات تكسبوا منهم وهنتم يعني غادين بالمشروع مزيان ثانياً أن المشروع لا يحتاج إلى مكان وازع ممكن أن أي واحد يكون عنده شي استيحة صغيرة أو كين الناس لديهم معاهم في البيت يعني صغير النظافة يعني باش ما تحتاجش لديك الريحة أما إذا كان عندكم شي استيح يعني استيح ولو غير متر في متر ممكن أنكم تديروا فيه تربيه الأراني يعني ما كيحتاج لمساحة ثالثاً هناك العديد من المربون من يستفيدون من اللحوم لغرض شخصي يعني كيجيبوا الأراني باش يبقى يولدونهم وياكلوا منهم صافي هذا الشي تهد الشي في الحقيقة ممكن أنك ما تقاش تشري اللحوم صافي رغادي يقول لي هدك الفلوس التي تشري بها إما الدواجين أو الماشية أو الحم من القزار أو الحم من السوق ممكن أنه ما تقاش تشريها وهانتم ما بدتك توفره يعني بطريقة غير مباشرة توفير بطريقة غير مباشرة ولكن كي بعض المربون اللي كيبيعوا اللحوم وبالتالي هذا المشروع ما غادش يبقى مشروع عادي كهوات يعني هواية لا كيبيعوا لي حرفة وكيبيعوا لي أنهم خصهم يزيدوا من الأمهات من عدد الأمهات باش يزيدوا من الإنتاج وبالتالي غادي يقدروا يوفروا أكثر وأكثر كيين واحد نقطة أخرى هناك كين مميزات بزاف يعني كثيرة لهذا المشروع تجعله مشروع تربية الألانب يحتل الصدارة والمرتبة الأولى لأنه هو كيتفوق على هذا المشروع هذا كيتفوق على باقي القطاعات كالدواجن والمواشي فتربية الألانب ممكن أن تنتجه يعني هذه معلومة من خمسة وثلاثين ولادة يعني من خمسة وثلاثين حتى الربعين مولود في السنة لكل أنثة يعني ممكن أنثة وحدة تولدك في السنة يعني على مدار السنة ممكن تولدك خمسة وثلاثين إلى ربعين مولود تخيل يكون عندك واحدة وعشرات الإناث ولا وربعة الإناث خمسة الإناث تخيل هذا العدد تضربه أو تنين في واحدة وربعة ولا في خمسة ولا حتى في عشرة يعني هذه بالنسبة الأنثة الواحدة كتولد خمسة وثلاثين أربعين مولود في العام كأن أيضا هناك أن الألانب لها القدرة على الحمل والرضاعة في نفس الوقت حيث يعود رحم الأنثة إلى طبيعاته خلال يوم واحد بعد الولادة فقط وبالتالي يمكن الحمل مرة أخرى أثناء الرضاعة الصغار يعني ممكن أنها تحمل أن الأنثة تحمل وتكون كتردع هي كتردع ورها حاملة ونين تولد ممكن أن تزاوج عود في نفس اليوم وهكذا دوا إليك يعني تخيلوا يعني المشروع إذا كان غادي مزيان تخيلوا المرضو ديال اللي غادي تعطيكم والإنتاج والربح إن شاء الله كي النقطة أخرى أنه ممكن للأم أن تردع صغارها دون أن تشكل أي عب على المربي وهذا يعود عليه بالنفع لأن المربي ما كيخسرش العلف خلال المدة اللي كتكون هي كتردع فيهم يعني إذا كانت هي كتردع يعني دك الصغار قبل الفيطان كتكون هي كتردعهم يعني المربي في هذه الفترة هذه ما كيصرف التارية تخيلوا أن المربي ما كيصرفش لمدة شهر إنها هي كتكون كتردعهم ولو أنهم بدوا كيكبروا أنت ممكن أنك ما تعطيهم العلف ولو ولو كيكلوا شيء كيكلوا علف قليل ما شيف حال يعني الأرنب يكون بالغ يعني يكونوا صغارين من فترة الرضاعة رأى ممكن أنه يوصل لك مثلا ومثلا وهو بقي ما كيكي عاد كيكي كيكي كيردع من المه يعني غت تخلقى في الأم والأم سكينة راه حاملة وعاد كتردع يعني تخيلوا هات تربية ديال الأنانيب يعني سبحان الله عاطيها أن الله يعني سبحان الله والمدة ديال الرضاعة اللي كتردحها الأم راه ممكن توصل حتى الخمسة أسابيع يعني هو المربي مرتاح ما كيصرفش قاع كي نوحد النقطة أخرى بعيدا على النقطة هذه أن الأرنب يصل وزنه إلى التسويق يعني ممكن أنه يبيعه حوالي عشرة أسابيع إلى يعني الوزن كيوصل لجوج كيلوغرام يعني عشرة أسابيع ممكن أنه يوصل لجوج كيلوغرام جوج كيلوغرام بالتمن العادي اللي كيبيعو به هو 35 درهم 35 درهم للفرد واحد تخيلوا للفرد واحد يعني راهي لمشا تصدق لكم مشروع وكنتوا غادين بواحد طريقة مزيانة تخيلوا هاد الأرباح اللي غادي تربحوا إن شاء الله زعموا وبحال هذه المشاريع هذه ديروهم وما تقوش تصابوا بخيبة آمن وخلق هاد العام ما يعطيش ولا هاد الشهر ما يعطيش شهر الجاي إن شاء الله غادي يعطي وديما اللي نوصل إليه هو النظافة النظافة والكيتمان هاد الجوج حويج هما أساس للتربية دير الأرانب النظافة والكيتمان كي النقطة أخرى وهي أن تنتج الأرانب ما تنتجه الماشية وذلك بحوالي خمس أضعاف يعني هاد الشي اللي تنتجه الأرانب ممكن أنه يكون خمس أضعاف للإنتاج دير الماشية يعني الماشية را تاييرها مربيحة ولكن مهم الأرانب ماشي غي مربيحة را خمسة أضعاف را ها شيء خيالي في الحقيقة كي النقطة أخرى وهي سهولة التعامل مع الأرانب رغم الخبرة القليلة كي النقطة أخرى وهي الأمراض اللي كتصيب الأرانب معروفة وقليلة بخلاف الدواجين لأن الدواجين تهيرة فيها مشاكل أخرى يعني شيء حاجة اللي كتقل الكاهن ديال المربي ديال الدواجين أما الأرانب را معروفة يعني الأمراض ديالهم را هم معروفين وباينين وممكن أنكم تديروا لهم تحصيناس موسمية باش كتديروا الوقاية من هاد الأمراض وصرا فيها أنتم مخدامين إن شاء الله كي النقطة أخرى وهي اللحوم يتميز لحم الأرانب بارتفاع نسبة البروتين حيث يصل إلى 20% ونسبة عالية من الأملاح مع نسبة قليلة من دهون الكوليستيرون لذلك فهي صالحة لكبار الصن والمرضى وكذلك الصغار الصغار الصن اللي كيكونوا كيقروا من زيالهم لحوم ديال الأرانب أما بالنسبة للمرضى لحم الزيال هم اللحوم الأرانب ما كيشكرش عليهم شي خطر وزيادة على الكبار في السن الناس اللي عندهم الزهايمر الزهايمر وهو واحد المرض كيصيب الكبار السن غالبا كيصيب الكبار السن وهو النسيان كيبقوا ينسوا مساكنه الله يحسن العود كيبقوا ينسوا يعني احضرت عليهم دونتهم لكم في واحد عشرة النقر الحلقة ديالنا راسالات الناس اللي ما زال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا قناة غادي بالدعم ديالكم كنشكركم على التعاليق طيبة ديالكم تكيو على زر الجام باش تساندونا وتزيل قناة القدام وتكيو على زر الجرس كيصي لكم الجديد ديالي ان شاء الله الى اللقاء في الحلقة المقبلة